عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي وخلال الاجتماع تم استعرض مختلف جوانب الموقف الاقتصادية وتقييم التداعيات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى متابعة الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والبنك المركزي لاحتواء الآثار السلبية التي نتجت عن الأزمة وتخفيف تداعياتها على الاقتصاد المصري كما تم خلال الاجتماع متابعة إجراءات توفير الموارد المالية والنقد الأجنبي من أجل تأمين الكمية الضرورية من السلع الاستراتيجية والمستلزمات الأساسية المطوبة وذلك على المستوى المحلي خلال الفترة الحالية والمستقبلية في ظل المستجدات التي تؤثر على أسعار السلع عالميا وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار المتابعة والتقييم لتطورات الجارية من أجل ضمان الاستجابة السريعة واتخاذ الإجراءات التي تضمن تقليل حدة التأثيرات السلبية لهذه الأزمة العالمية